29 اتضح الآن السبب الحقيقي لطرد سوزا تعمد لمس الكرة بليد في كرة كانتو هدفي مازال يتقدم فيه لاعب فيه لاعب واقع على الأرض آه آه لاعب سقط على الأرض ويبدو أن فيه حالة بلع اللسان لازم يبقى فيه طبعا داكاترا أكيد أكيد داكاترا دا لعب إشبيليا نشوف مين اللي هو على الأرض الكل يضع يده على قلبه لأن اللعب واقعته ما تطمنش الواقعة ما تطمنش لكن هي لو فيه حد مؤهل للتعامل أو الحمد لله قام فيش أي مشاكل يعني الموضوع أصبح بيتكرر كثيرا في ملعب الكرة هي سهلة وعلاجها سهل لكن لازم بقى فيه حد مؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالة هيقوم لعب إشبيليا مفيش مشكلة الكل وضع يده على قلبه في ملعب رامون سانشيز بيسخوان بعد وقعت الكاميروني مارك فيفين فوي الكل أصبح يتعامل بحذر شديد جدا مع سقوط اللعبين على أرض ملعب حتى الاتحاد دولي شايفين الطبيب بيشير بالتبديل يبدو أنه لن يكمل اللقاء ماشي يعني لو لو ده هيبقى فيه ده بويرتا 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 سيخرج بويرتا دي شايفين دراجو بيحاول أنه ينقزه لغاية لما جد دكتور وتدخل وتصرف طبعا تصرف سليم جدا الجمهور بيحيي أنتونيو بيريز أنتونيو بويرتا بعد خروجه مش هيقدر يكمل بويرتا لكن يعني كويس نوع سليم الحمد لله نوع سليم مش مهم المباراة مش مهم النقط مش مهم الدور كله في مقابل حياة لعب أو حيات إنسان